في القاهرة وسط صخب الحياة تنتهي حياته فيبدأ عمله لما لاي المستفيد الأول من حقوق الجريمة موجود في نفس توقيته قاعد ما تبقاشه ما هذا تحلت؟ تتعقد قضيه وصبتك على سلاح الجريمة موجودة ومسببة تقرير الطلب الشرعي حيأكد أن كنت موجود في مسرح الجريمة تصرفاتك المريبة طول فترة قلتك في المنتين وشهادة الشهود كلها قراطة ضدك قراطة مجرير مؤهل للتحيط في جريمة قتل واحدة أنت نفسك ممكن تكون هتلتاها أنا أبو أمينة عبد الحميد اللي أنت هتلتاها يا صار ويبقى حل اللقص عند أهل كيرو ترجمة نانسي قنقر موسيقى